اشتركوا في القناة السراعات الداخلية والانقسامات على اكثر من سعيد فعلى السعيد الخارجي ولأول مرة تحرك عفوا مجلس العموم البريطاني في محاولة جدة لتصنيف الجماعة كتنظيم ارهابي في الوقت اللي بتشهد فيه انقسام داخلي بشأن الدعية محمد حسان سيد محمد ايه الحكاية؟ شوف ازعاد واحدة من اكتر الجرائم اللي ممكن نرتكبها او يترتكبها النخبة المصرية انه نيجي في اللحظة اللي احنا فيها دي وقال لك طول وقت ان تريد تتكلمها عن اخوان المسلمين اخوان المسلمين كجماعة عندها العمر ده كله وكان عندها التأثير ده كله وكان عندها الانتشار ده كله برا مصر جوه مصر في عمودين جوه الجماعة دي الفكرة نفسها اللي ولدت كل افكار التطرف اللي انتشرت العالم ثم التنظيم نفسه بقوته بحاجة يقدر ان تنظيم الاخوان المسلمين هو اللي كان بدافع عن الفكرة أحيانا في وقت الضعف قوة التنظيم هي اللي كانت بتحافظ على أبقاء الإخوان المسلمين زي ما حصل بعد 54 وغيره وزي ما بيحصل بعد 30 يوني اللي حاصل في اللحظة اللي إحنا فيها دي في آخر سنتين إنه الأول مرة في تاريخ جماعة الإخوان المسلمين يا جماعة يحصل إنه التنظيم يبقى في حال الضعف والفكرة نفسها في حال الضعف كان طول الوقت إما الفكرة بتحمي التنظيم وإيمان الناس بالفكرة اللي كانوا موجودين جوة الإخوان المسلمين التنظيم نفسه بقوة هو اللي بيحمل فكرة اللي اتنين دلوقت في حال الضعف التنظيم في حالة من الانقسام وصراع على غنائم والتمولات اللي بتحصل في المحطات والإخوان الهربانين في تركيا أو قطر والفكرة بتتعرض لضربات بسبب حالة التناقض البين اللي بقت في منهج الإخوان والقلاة اللي موجودة دلوقتي النهاردة أنا بشوف إنه يوم من الأيام الحقيقة المفرحة جدا في معركتنا مع الإخوان المسلمين لإنما تفرد الخريطة كده هتلاقي إن الإخوان النهاردة تلقوا حوالي ست ضربات من النقة التقيل زي ما بيقولوا مصر تركيا قطر ليبيا تونس وأخيرا بريطانيا خلانوا خدهم واحدة واحدة أول واحدة فيهم إن فيه خناءة حصلت جوابنيان التحالف ودي خناءة طول وقت كانت مستترة التحالف بتاع الإخوان كان بيدوم جماعة الحزب البناء والتنمية وبعض الجامعات الإسلام السياسي التانية النهاردة حصل صدع في هذا التحالف معتز مطر طلع انتقد الشيخ محمد حسان وقال إنه هو منافق شوف الكلمة دي لو أي حد من أي طيار تاني قالها مش بس كده منافق لا هو قال إن محمد حسان منافق وبيستغل الدين لتحقيق مصالح شخصية أظن فيش نقطة أكتر من كده إن معتز مطر بيقول على محمد حسان إن هو بيستغل الدين لتحقيق أغراض شخصية عارف المثل الأول الكلمة العظيمة المصيرين طلوقت بيقولوها هم ماشيين الله مضرب الظالمين بالظالمين وأخرجنا بينهم سالمين الوضع دلوقت بيقى ماشي في سكة الله مضرب التافيهين بالتافيهين المرتزقة بالمرتزقة الكلام ده لما قاله معتز مطر هو يقصد فيه إنه محمد حسان انت سكت ليه ما تتكلم ترفع عن الإخوان المسلمين طبعا محمد حسان ده هو نفس الشيخ اللي الإخوان أول ما جم بعد الثورة استخدموه طول الوقت علشان يأثروا في جموع الناس لأنه يكون عنده جمهة هرية كبيرة وقتها كان بيسموه الشيخ الجليل وقتها كان بيحطوا صور وعند دعاية بتاعتهم ده نفس ما ناجي الإخوان طول ما انت عندك مصلحة معاهم انت فوق في السماء طول ما انت مختلف معاهم انت تحت سدع أرض وشانا اللي قال كده اللي قال كده في مذكرات يوسف القراداوي لأن يوسف القراداوي لما اختلف مع الإخوان المسلمين وقت الصراع مع عبد الناصر كتب في مذكراته انه الإخوة على جماعة الإخوان المسلمين إذا أحبوا أحدا وخدم مصالحهم يبقى الشخص ده اترفع على سبع سمن إذا كده هو يبقى الشخص ده نزل لسبع أرض دي كانت أول ضرب لأن عاصم عبد الماجد رد على معتز مطر وقال له انت كذبين وإعلام الإخوان كذاب وإعلام الإخوان مضلل وإعلام الإخوان بلا تأثير لو نفسك اللي واحد بنقوله بس جاي المرات من واحد بدأنا ومعاهم في نفس احنا معنا الفيديو بتاع الشيخ محمد حسن لا محمد حسن لسه هنا تهب الأول محمد حسن لسه فيه تانية ونرجع بسياتك خلينا بس نكمل السياق بتاع ضرباته ونقول واحد محمد حسن الفضيحة التانية النهاردة الحقيقة كانت من قطر إنه بقى فيه أصوات قريبة جدا من الأمير القطري بيتكلموا على إنه كفاية ند فلوس الإخوان المسلمين لأنهم فشل كفاية نصرف على محطات الإخوان لأنهم فشل مين اللي بيعمل كده؟ عزم بشارة عزم بشارة هو واحد من أكتر الناس اللي كانوا برسوموا خارطة التحرك ضد مصر خلال فترة اللي فاتت على المستوى الإعلامي فلما عزم بشارة يطلع بصوته يقول إنه تأثير قنوات الإخوان المسلمين فاشل وإن الإخوان المسلمين فشلوا في مهمتهم اللي احنا بنفعلهم عليها فلوس فإحنا قدام حالة الشقاق جوه هذه المحطات وبدأ يطالب إن محطة أيمن نور تقفل وبدأ يبقى فيه خناقة بين المعتز مطر اللي موجود في مكملين أو محمد ناصر اللي موجود في مكملين وما بين يوسف أو جو اللي بيعمل جوتيوب فإنت قدام محطتين تبعين نفس الجماعة بيخنقوا بعض بيتهموا بعض بالسرقة والتامولية الحاجة التالتة والفضيحة التالتة هي كايد في ليبيا العالم كله وإحنا نفسينا بحل سياسي يحقن الدماء في ليبيا صح؟ كل الدول بتحرك عشان هذا الأمر اللي حصل النهاردة إنه بيطلع ميليشيات الإخوان في ليبيا أو مس الإخوان في ليبيا لواء اسمه صلاح بادي قائد ميليشيات لواء السمود وده محسوب على تنظيم الإخوان المسلمين بينما العالم كله بيضور على حل سلمي الحاجة صلاح بادي طالع أقول لك لا إحنا مكملين العمليات بتاعتنا ملناش ضعب حد يعني أنت بعد ما تم الكشف أمام أمم المتحدة إنه تركيا وقطر بيطلع فلوس لتمويل ميليشيات الإخوان في ليبيا إنت عاوز تكمل مسيرة الدم وده فضيحة النهاردة منشورة بكل جرد العالم الفضيحة الرابعة وده جديدة بقى شوية الجماعة في تونس والرئيس التونسي كان طالع بيقول تصرحات عن تريا ضد إسرائيل والجماعة الإخوان في تونس بيقولوا طول الوقت تصرحات عن تريا ضد إسرائيل وطول الوقت بيقولك أن الإسلام السياسي بيتاجر بالقضاء الفلسطينية كما لم يتاجر أحد من قبل اللي حصل النهاردة أنه منذر كورفاش وده واحد أو رئيس جبهة الإنقاذ موجود في تونس طلع رسالة راحة من راشد الغنوشي اللي هو رئيس حركة النهضة الإخوانية في تونس ورئيس البرلمان لما وصلتين مسيطرين على البرلمان التونسي هذه الرسالة راحة للإباك أو اللوب السهوني في أبريكا بيقولوا إحنا مستعدين نتعاود معاكم إحنا ضد اللي قاله الرئيس التونسي إحنا مش هنطلع أي قوانين ضد التطبيق مع إسرائيل ساعدونا وإحنا نساعدكم فأنت قدام واحد مش بس باع الأضايا الفلسطينية لا ده راح يقدم نفسه كمتعاون الخمسة والأخيرة والمهمة جدا بالنسبة لنا إنه بريطانيا اللي طول الوقت كان بتحاول تحافظ على الوجود الإخواني أو الإرهابي اللي موجود في الأعراض البريطانية وطول الوقت بنشوف دعمه ونشوف هربانين من الإخوان موجودين في لندن النهاردة من زمان قوي ما تحركش نوافر مجلس المهمة بريطانيا عشان يبدأوا يطلبوا بإدراك جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية وبدأ فيه تفتيش على الفلوس اللي دخله والفلوس اللي راح فدوله ست ضربات على المستوى التنظيمي تقدر تعتبرهم كده زي ماتش الأهل لزمانك ستة أو واحد عاوز بقى نروح لمحمد حسان لإني في حتة تانية لإن حسان وبصحاق الحوين النهاردة قدموا الحقيقة خدمة جليلة جدا يعني الأول نشوف الشيخ محمد حسان ونرجع لسيادة نشوف مع بعض الشيخ محمد حسان أستاذ السوي هو قال تمنيت إن كانت تتأخر شوية كان استوي نصبر على نفسه يعني هو من هنا لحد ما استوى سوانا كلنا على النور التطرف الحقيقة كم واحد ماتوا مثلا مش بس كم واحد ماتوا إحنا هنقعد نعالج في الأستاذ ده مش هقول الشيخ بقى هنا دلوقتي اللي الأستاذ ده عمله وبيقول دلوقتي إن ما كانش الأستاذ ده هنقعد نعالج كم سنة هو ده السؤال أنا ربما أكون أسعد شخص بالفيديوهين دول ولما تحط الفيديوهين دول جنب كمية المراجعات اللي طالعة من بعض المشايخ في السعودية يبقى لما كنا بنقول إن أنتوا متنقضين كذبين مش أهل العلم بعد صدور نهاية زمان الشيخ الكتاب بتاعي أنك بتوصل للرسائل سيك من التهديدات لكن لما حد يدع عليك يقول لك اللهم فجر كبدك ويتم أطفالك لما تتشيط منت وأهلك لمجرد أنت قلت الكلام اللي هو قاله على فكرة يعني هو هنا بيقول إنه ما تتلمسش على يد الألباني الأسطورة اللي كان بتتقال إنه ده أسد الحديث وأسد السنة وده المدافع الأول وده المدافع الأكبر وده أعلم أهل الأرض بالحديث أنا سعيد وفرحان فيه يعني مش عاوز أقول القطعان لكن المريدين اللي طول الوقت كانوا مشيين وراء بصحاق الحويني وإنه أي كلمة طالعة من لسانه يا الحق المطلق زي حالكم بقى النهاردة والراجل بيعترف قدام حضراتكم إنه الشهوة النفسة خليته عشان يبقى مشهور إنه حظه من الدنيا اللي عاوز ياخده بقى مشهور الحقيقة إنه اعتذار وندم غير مقبول لإنه زي ما قلت لحضرتك هو اعتذر على إنه كان مستعجل لكن هل اعترف بالجرائم هل فتوية ضد المرأة هل فتوية ضد التحريم كل شيء في الدنيا اللي إحنا نفضل واللي تزرع تفعه أقول ولاية تتحولي في بعض الإرهابيين ومجرمين إحنا نفضل ندفع أتمانا لحد إمتى أنا بكل أمنياتي حتى هذه اللحظة إن المريدين اللي كانوا ماشيين بيدنعوا أقولهم وراء الناس دي يفهموا إن واحد هو بيقول لهم أنا ما كنتش لسا استويت طيب ممكن ما يصدقهش دلوقتي أو ستزو سوقي ما يصدقهش بمعنى ويقولوا إنه هو مدفوع يعني لا هقولك أنا بقى حاجة تانية هقولك حاجة تانية أنا هقولك إن إحنا اللي مفروض ما نصدقوش يعني أنا أستخدم هذا الندم وهذا الاعتذار لكن ما صدقوش من صفات طيارات سلفية بعيدة عن إخوان المسلمين إخوان المسلمين صداميين شوية الطيارات السلفية طول الوقت بيحاولوا لما يحصل هجوم أو ضرب المدفعية بقت قيل أو يبقوا في وقت ضعف يستخبوا ربما تكون دي بداية من عند حسان والحيوين هما عاوزين رجعوا تاني عاوزين رجعوا صدارة المشهد تاني أنا كويس ومؤدب هوت ويقولوا إن أنا غلطت وعاوز عن مراجعات وفي ذي إيه المراجعات بعد اللي حصل بالزبط افتكر بقى معي حضرتك إحنا تلسعنا قد إيه مصر تلسعت قد إيه وتلدعت قد إيه وتكاوت قد إيه بنار المراجعات الظاهرية اللي حصلت في السجون في التسعينات واللي خرج على إثرها ناس من السجون ما شاء الله فيما بعد كبروا وبقوا رهابيين بيأخذوا لعملات العربية في سينة فبالتالي تعامل بحضر مع هذه النبرة العطفية هذه المسكنة اللي بتيجي من عند شيوخ السلافين تحديدا لازم تعال معها بحضر لكن ما تسبهاش استغل لها استغل النهار ده هو إنه في كتاب كتير جدا في مصر ومفاكرين جدا كتير في مصر كذبه أبو أصحاق الحويني في فكرة تلمسته وتعلمه على قد الألباني وراجل النهار ده باعترف وأبو أقول لك ده أنا وديت له كتاب من بعيد استاذ السوق إزاي نقدر نفرق بين اللي بيتلون والشخص اللي فعلا ممكن يكون راجع نفسه طيب أنت قدام مصارات المراجعة الواضحة النهار ده لما تيجي تقولي أس أنا كنت غلطت شوية مش عاوز تعترف بالغطأ بالخطأ مش عاوز تطلع كتاب كامل تقول أنا لما قفتت فتوة أنه خروج المرأة للشارع ده زنا أنه صوت المرأة عورة لأ أنا كنت مخطئ لأنه كذا وكذا وكذا النهار ده ما نفعش تجي تقولي أصلحنا استخدمنا بعض الأحاديث اللي كانت ضعيفة لأ لو أنت بتراجع نفسك حقيقي هتطلع تقولي الحديث رقم كذا اللي أنا قلته كذا ده كان حديث ضعيف وأنا بعترف أنه هو حديث ضعيف هنا بقى لازم ييجي دور شيخنا وعلماءنا في الأزهر وفي وزارة الأواف أنه يدور وراء هذه الكلمات أنه يدور وراء الكتاب الكتب اللي طلقت في المسيرة الأولى لأبو صحاق الحويني والمناهج اللي كانت ويعود تفندها من أول وجديد ويقدم مناطق الضعف اللي موجودة فيها كم واحد عنده شجعة أستاذ سوئي بص أنا أكون يعني صريح ما أحضر لك شوي والكلمتين دولار يزعلون ناس كتير قوي مشكلة تجديد الخطاب الدين أو التعامل على الخطاب الدين المتطرف مش موجودة عند الشيخ المتطرفين بالعكس الشيخ المتطرفين طول وقت حجتهم ضعيفة قوي هي موجودة عند المستنرين أو المعتدلين بشقهم الاتنين تقدر تقسم كده المستنرين إلى طريق والشيخ الاعتدال في الطريق المستنرين دول عاملين زي السفير الخايب للقضية الكويسة هو مش طالع يشرح للناس واحد اثنين ثلاثة أربعة إليه غلط هو طالع يشتمه كمان فبالتالي انت عملت حالة نفور وحاجز بينك وبين المجتمع زي ما بعض ناس تبطع تقول لك احنا لازم نحرأ كتب التراث كلها على أي أساس كتب التراث دي اللي كتبها ناس في وقت زمانهم كانوا باحثين واكتهادوا وربما يكونوا أخطأوا مش هنفتش في نواياهم وانت راجل باحث وابتنبتعد كيف يسب باحث باحث كيف يقل الباحث من جهد باحث تاني حتى لمختلف معاه ما ينفعش وما ينفعش ياخد الحاجات على عمومها كده لأنت تقول والله الفكرة كذا بتاعة الولاء البراء دي ابن تامية قال فيها كذا وده غلط عشان فلان قال كذا وفلان قال كذا وده موجود في الكتب وتقدر تطلعه لكن مش نحرق ندمر نبوز هذا الخطاب بيعمل حق صد ما بينك وبين الناس انت بتكلم ناس في دينهم يعني جزء فيه عظيفي وإيماني وزينا حضارك بتقول من تكوينهم نمرة اتنين عند بعض الشيوخ المعتدلين بعض الشيوخ المعتدلين لما بيتلقف الناس ده والتكديم بالخطاب الديني بيحسوا انه الملعب بقى سدح مداح وهو بيرى انه لا يليك برجل الدين او بالدعاية المستمرة هو ينزل للعب مع الناس سدح مداح فبيتكسف وياخد جنب الكسف ده يعني ايه التعبير اللطيف وبعض منهم بيخاف يدخل معارك وبعض منهم بيخاف يقول الحقيقة الواضحة فبيقعد يوصلها بشويش 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 في وقت ما ينفعش فيه بشويش فبالتالي حط المضطرف على الجنب انا عندي كلمة طول الوقت بقولها ابليس هو ابليس وظيفته انه ينزل يوسوس ناغ الناس مش هنلومه احنا لازم نلوم نفسنا اللي مش قادرة تجاهد هذه الوسوسة فشيخ التطرف او جامعات الاسلام السياسة عموما او اللي بيصرف عليهم وظفتهم افساد هذا الدين على اهله علشان يطلعوا يأولوا يقتطعوا من السياق اشياء يتم استخدامها سياسيا وده وظفته وده مهمته اللي بياخد عليها فلوس واللي بتحقق له شهوته زي ما هو قال في الشهرة احنا بقى وظفتنا ايه السيد الرئيس قال يعني كان بيدعو لتجديد الخطاب الديني دون المساز بالثوابت صحيح دي دعوة الرئيس تعالا بقى بص الدعوة الرئيس حصل الله ايه اللي بقى لها ست سنين تفسير النص في اطار الزمان والمكان تعالا بص على دعوة الرئيس على مدارة ست سنين اول ما حصل الدعوة الرئيس حصل حاجتين حصل تكاسل من عند الأواف والأزهر والمؤسسات الدينية عموما وحصل انه هقول اللفظ برضو ما صعب شوي انه بعض الضباع تلقفت هذه الدعوة تقربا للسلطة فبدأ كل واحد عاوز يطلع يتكلم عن تجديد الخطاب الديني دون انت مش جاهز عشان تتكلم في تجديد الخطاب الديني لازم يكون عندك منهجك عشان كده ما سألت سيادتك ازاي فرق بين المتلون وبين اللي فعلا لازم يكون عندك منهج ومنهج واضح ومنهج واضح يعني ما تجي بص على العمل والشيخ علي وجمع على مدارة سنين طويلة جدا انه انا عندي دار الافتة دي كانت عشوائية وعبطية فاخدها وعملها مؤسسة مؤسسة يعمل لها بروتوكول مع شركات كتير جدا علشان لما واحدة دي جي تسأله وتقوله هو انا لو حطيت مونكير قبل الصلاة ينفع توضى ولا لأ من حقها تسأل على فكرة بس هو عشان يجاوب هو رجل دين فلازم يكلم الناس بتقول علوم الكيميا الكلام ده من المياه ومنعش المياه فبالتالي يبقى هو ده الفتوى الحقيقية الفتوى اللي فيها علم مع دين مش بدماغ واحد كده يعني احتكام للعلم بالزبط كده نمرة اتنين انه هذه الدعوة لتجديد الخطاب الديني اذا كان تكسل فيها شيخ الأزهر او تكسلت فيها مشيخ الأزهر وتكسل فيها وزارة الأواف ففي بقى ناس تانية تكسلت خالص لها كافة المؤسسات الفكرة والثقافية في مصر لانه تجديد الخطاب الديني مش قايم على انه شيوخ ورجال ديني يقولوا ايه حصل ايه صح ايه غلط لا انت كمان عندك دراما عندك مصرح عندك سينما عندك تعليم واحنا بنلاقي في النهاية زي ما اتكلمنا قبل كده كتب مليانة افكار مطارقة كتير بالزبط فالله حصل انه ما حصلش تكامل ما بين كل الأدوات دي اول ما يحصل تكامل ما بين كل الأدوات دي ان الأزهر بيتحرك في طريقه ووزارة الأواف بيتحرك في طريقة في التعامل مع المساجد بشكل صح لما تيجي تبص مثلا وزير الأواف بيقولنا ان هو سيطر على المساجد تماما على عيني وراسي سيطرت عليها ازاي على المنابر يعني على المنابر في خطبة الجمعة على عيني وراسي صح عندك حق شبو زي ما بقوله بس بيه سؤال تاني يا خطبة الجمعة دي من 30 دقيقة بقيت الأيام بيحصل ايه في المسجد اولا كان مسعد أنور اللي كان على منصة رابعة بيحارط دولة مصرية بدي دروس في المسجد لحد دلوقتي وغيره 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 فبالتالي لازم يكون عندك منهج ورؤية شملة انه هادي المعركة ينفع جيش يحارب طيران بس مشابس مدفعية بس ولا كله فيه نغمة كده سيمفونية وفيه أركسترا بيعزف اضرب هنا اضرب هنا اطلع من هنا ما في شكل نهاردة مصر بلد المسرح الجامعات اللي فيها كل مسارح دي لو أنا حطيت خطة اننا عاوز اعمل ألف مسرحية في هذا الوطن في سنة 2020 والألف مصرحية دول يحاربوا الأفكار مضطرفة لا تنجح هقدروا لي سيادتك أن الشعب المصري دايما في ظهر مؤسساته ده حي وبيقدر يميز ده حي خلينا نروح للخبر اللي بعد كده انطلاق اجتماع حسم الصيغة النهائية لاتفاق سد النهضة في واشنجتون نهاردة انطلقت في العاصمة الأمريكية واشنجتون ولمدة يومين اجتماعات وزراء الخارجية والري لمصر والسودان وإثيوبيا وبرعاية وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوشن ومشاركة البنك الدولي وذلك لمراجعة الصياغة النهائية لاتفاق الخاص بالجدول الزمني لملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبي والإجراءات المتبعة في سنوات الجفاف بيأتي هذا الاجتماع في ضوء مخرجات الاجتماعات اللي عقدت في واشنطن خلال الفترة من 28 ل31 يناير الفات حيث صدر عن الاجتماع بيان ختامي بيتضمن اتفاق الدول الثلاثة على عقد اجتماع وزاري في واشنطن خلال الفترة من 12 ل13 فبراير للتوصل لاتفاق شامل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة معنا تقرير نروح نشوفه ونرجع لحضراتكم مرة دانية على مدار يومين تستمر مفاوضات سد النهضة التي تنطلق اليوم بالعاصمة الامريكية واشنطن والتي تجمع وزراء خارجية وري دول ميل الشرقي مصر والسودان واثيوبيا وبحضور ممثل وزارة الخزانة الامريكي والبنك الدولي حيث تشهد المفاوضات الجارية مراجعة الصياغة النهائية للاتفاق الخاص بالجدول الزمني لملء وتشغيل السد الإثيوبي والإجراءات المتبعة في سنوات الجفاف بما لا يؤثر سلبا على دول المصر كان الخبراء المشاركون قد اتفقوا على التزامات تضمن حقوق الدول المعنية نهاية الشهر الماضي بعد اجتماعات استمرت لأيام للوصول إلى اتفاق موحد ومشترك وأكد الجانب المصري على ضرورة التوصل لاتفاق مشترك بمرونة من كافة الأطراف خاصة فيما يخص ألية فض المنازعات للتعامل مع كافة القضايا التي تطرأ على تنفيذ بنود الاتفاقية التي من المتوقع أن تنتهي إليها هذه المفاوضات وبعد ما شفنا التقرير بينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور دياء الأوسي مستشار وزير الرئيس السابق دكتور دياء مساء الخير يا فان أهلا بشاء الخير عليكم جميع أهلا بسيادتك يا فان سيادتك توقعاتك إيه للاجتماع من قريتك لمسيرة المفاوضات الجارية ما فيش توقعات التوقعات أنه يتم الاتفاق على تفاصيل العموميات اللي قدمها بيت لبيض في الاجتماعات اللي فاتت واللي حصل نقاش عليها في القاهرة والخفتوم وأدس سلال الفترة الأسبوعين ثلاثة اللي فاتوا ومفروض أن كل الأطراف رايحة بتصور نهائي يحط النقطة فوق الحروف وتمهيدا للتوقيع بإذن الله يوم 28 و29 ذات 6 يعني لم يعود هناك فرصة للتفكير حتى دكتور دياء بيشرفني أن يكون معانا في الستوديو الضيف العزيز أستاذ محمد الدسوقي رشدي وعايز يتواصل مع سعدك صدر إفن دكتور دياء مساء الخير أهلا بيك يا محمد دياء أهلا وساء النقطة اللي خرجنا بيها من آخر اجتماع في واشنطن هل شايف إن هي مرضية وتفضي إلى شيء جديد ولا إحنا قدامنا برضو جوالات قادمة من التفاوض وإن كنت مميال إن إحنا نسا قدامنا كتير في هذا الأمر لا أظن أن يقول هذا الاجتماع الغرض منه أداد وفيقة تصلح لليوم والغد يعني مش للنهاردة بس كمان النهاردة وبكرة ما الذي سيحدث هل ستقوم إثيوبيا بإنشاء شدود جديدة على النين اللذرق زي كرادوبي موندايا وبيكو أبو هذه الوثيقة ستكون وثيقة شاملة وقافعة ونهائية ولن يحدث بعد ذلك أي اختلاف عليها يعني أنا أتصور أن هذه الوثيقة ستكون هو القانون والدستور الذي سيمشي عليه كافة الأطراف في المستقبل القريب والبعيد أيضا طيب دكتور دياء يعني وضع جدول تفصيلي لعملية ملء وتشغيل السد أهم حاجة بتشغل الجانب المصري في الوقت الحالي إزاي ندمر الكلام دا سياد ما هو دا الكلام بقى دلوقتي هي مش بس لا ملء الخزان مش كفاية كمان الأهم من ملء الخزان التشغيل صحيح يعني لو فكر الجانب الأسيوبي في استغلال مياه الخزان لغير أغراض توليد الطاقة الكاربائية بقت مشكلة كميرة جدا بالنسبة للمصر السداد إذن قضية ليست قضية ملء الخزان فقط ولكنها أيضا قضية التشغيل وهذه عملية عشان كده أنا أقول المسابة القريب والبعيد صحيح تمام شكرا لك دكتور دياء الأوسي مستشار وزير رئيس سابق أستاذ سوقي ليس يدك مش متفائل أنه دي ممكن تكون القاعدة الأخيرة قصة أنا الكلمتين اللي قالهم دكتور دياء الحقيقة مهمين جدا إحنا شغلين نفسنا أو كل الناس اللي بتتكلم على السنوات الملئة إحنا قدام حدوتة كبيرة جدا إحنا بنتكلم أستاذ عادل مرة اللي فاتت والقبلها اتكلمني إنه إحنا في عملية تفاوض وعملية تفاوض دي على أمر مش هين ومش سهل يعني اوعى تتخيل أو أي حد يتخيل في الدنيا إن موضوع صد النهضة ده بتاع أمبارح ده حلم أثيوبي قديم بدأ التفكير والتخطط لي من أوائل الألفنات ثم بدأت الجرأة في الإعلان عنه في لحظة الارتباك والضعف المصري بعد 2011 وتكون حلم قديم جدا لدولة كبيرة جدا موجودة في أفريق طيب هذا الحلم اللي بدأ يبقى واقع وبقى واقع أنت لازم تعامل معاه وتعامل معاه بالتفاوض وقلت لحضراتك أنه ده السبيل الأمثل ربما يكون السبيل الأهم أن احنا نمشي فيه المفاوضات عادة فيها شد وجذب لأن أنت عندك طرف بقى حط أرض واقع عندك أطراف دولية بدأت تدخل أنت في الأول كنت تتكلم بشكل مباشر ثم حصل يعني انتصار نسبي لك لما دخل التفاوض برعاية أمريكية ثم بدأت تظهر لنا نقط واضحة النقاط الواضحة دي فيه مصالح لتلت دول بيتكلموا فيها مع دول تانية في المنبع في المنبع فبالتالي أنت لسه قدام كل نقطة من دي محتاجة كلام كثير قوي أنت بتقول خامسة هو لك سبعة لكن الدكتور دي الحقيقة بيشارع حاجات تانية هو أنت هيبقى من حقك تبقى لهذه الوثيقة أنك أنت تعمل سدود تانية على أني الأزرق هو ده المهم أنا مش مستعجل مصر بتتفاوض على فكرة لأنه التفاوض في وجهة النظر أو أسر النظر على المدى القصير فيما يخص مسألة الملء ومش الملء لأ أنا عاود بقى وثيقة عام وأشمل زيما بيقول تضمن للمستقبل لأنه زمان زمان حتى في أيام مبارك وقت عن تيبي وحتى من بعد الثورة وقت عن تيبي وكلام ده كنا منبص داحت رجلينا ونسينا أنه فيه مستقبل فبالتالي طالما قعدنا على تبسط المفاوضات تخلص اللي راح والحاضر وتتطمن للمستقبل فبالتالي أنا مش مستعجل وزي ما قلت الحدق برضو ما أعتقدش أنه فيه شيء أهم عند الدولة المصرية من ماء تنين ليس بس الدولة المصرية والشعب المصري كله نرجع لو افتقرنا حتى المفاوضات العظيمة اللي عملتها مصر وقت طابة نشوف خدنا وقت قد دي فالفكرة هنا مش في الوقت الفكرة أنه لعبة التفاوض والقاعد على تربيز التفاوض دي في كروت تحت وكريت فوق كارتها تطلعها بعد أسبوع كارتها تطلعها بعد شهر هي دي اللعبة عاوزة نفس طويل وثقة نشوف مصر في عيون العالم الأول المتحدة بتقول مصر حققت تقدم ملحوص معدلات التنمية قال السفير ريتشارد ديكس المنصق العام للأمم المتحدة في مصر أن مصر في طليعة الدول اللي وضعت محاور الأمم المتحدة السبعتاشر للتنمية المستدامة في مقدمة أولوياتها طبعا الفقر الجوع الصحة التعليم تغير المناخ المسواة بين الجنسين الميا الصرف الصحي الطاقة البيئة والعدالة الاجتماعية أضاف أن مصر نكحت من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي في تحقيق تقدم ملحوص يشهد به العالم أجمع على صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية كمان بلومبرج بتقول الجنيه المصري واعتبر أحد أفضل العملات العالمية أداءا خلال العام الجالي ذكرت وكالت بلومبرج الأمريكية أن الجنيه المصري مستمر في تقديمه أداء قوي السنة مدعوم بصعود أكتر من 2% أمام الدولار الأمريكي عشان يصبح أحد أفضل العملات العالمية أداءا خلال العام الجاري 2020 مضيفا إنجازا آخر إلى إنجازات السنة الفاتت بعد انضمامه لقائمة أفضل 3 عملات عالمية أداءا في نهاية العام الماضي 2019 طيب نروح بعد كده لمصر من الفضاء ناسا بتعرض صورة الليلية للنيل بتظهر مناطق التجمع السكان نشرت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا صورة التقطها أحد الرواد على متن محطة الفضاء الدولية هي صورة ليلية لمصر بتظهر أماكن تركز التجمعات السكانية في البلاد لسيما على دفاف نهر النيل على قد ما هي حلوة على قد ما تحس إن احنا محشورين كده يعني على قد ما صورة حلوة على قد ما تحس إن احنا محشورين في حتة صغيرة من طول عمرنا بنتكلم في النقطة دي صحيح وأظهرت الصورة لالتقاطها أحد أعضاء طاقم اكسبديشن 25 في محطة الفضاء الدولية يوم 28 أكتوبر بجانب الأضواء المنتشرة في العاصمة القاهرة واسكندرية ونهر النيل وكمان الساعة السكانية بتعلن رسميا تعداد سكان مصر بالداخل 100 مليون نسبة أعلنت الساعة السكانية للجهاز المصري للتعبئة العامة والإحصى وصول عدد سكان مصر بالداخل لميت مليون نسبة كما زاد عدد المصريين في الداخل مليون طفل فأقل من سبع شهور من يوم 22 يوليو اللي فات لغاية اندارح 11 فبراير 2020 وعشان كده احتلت مصر المركز 17 عالميا من حيث عدد السكان بعد الزيادة الأخيرة معنا تقرير نروح نشوفه ونرجع لحضراتكم بالأمس الثلاثاء الموافق 11 من فبراير عام 2020 سجل تعداد مصر السكاني رسميا مئة مليون مواطن وذلك حسب اعلان الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء لتصبح بذلك مصر الدولة العربية الاكثر سكانا والثالثة في القارة الافريقية وحسب الجهاز شهد العام الماضي قفزة هائلة في عدد السكان حيث زاد مليون نسماء خلال مائتين وستة عشر يوما فقط تقدر الاشارة الى ان تعداد مصر السكاني قبل ثلاثة عقود كان يبلغ سبع وخمسين مليون نسمة فقط ليبلغ المائة مليون هذا العام بما يعتبر مؤشرا على الكثافة السكانية الكبيرة التي تمثل تحديا هائلا للمجتمع المصري في ظل محاولات التوسع والتمدد الجغرافي لاستعاب هذه الزيادة وما تمثله من عبء كبير على موارد الدولة وفرص التنمية مما يشير الى ضرورة ضبط النمو السكاني ومعدلاته المتفاقمة التي تتلامس مع الامن القومي لمصر حسب تصريح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أستاذ سوقي سيادتك بتقيم خطة الدولة في الإطار ده وإحنا عندنا نمازج دول قدرت تستفيد من زيادتها السكانية الحقيقة في تحقيق التنمية إزاي ممكن يحصل الكلام بس 200 مليون شوية ده أكتر 200 مليون شوية أقول لها رأيك حاجة مفيش خلاف إن القاعدة رقم واحد إنه أي زيادة سكانية هتلتهم أي معادل مو قولا واحدا فإحنا عندنا أرض كتير سايبينها وقعدين في حتة واحدة لكن العدو الرئيسي للتنمية هذه الزيادة السكانية غير منضبطة اللي هو أنا الأواني يا جماعة إنه إحنا لازم نشوف حل مبارح كان فيه تصريح إنت عارف المولودة رقم 100 مليون اسمها ياسمين من المليون فدي أشهر بنت وليه ده قال حيخلف 34 بالظبط كده قال لنا وراء حضرك قال لكل الجرائد نعوذي خلف 34 اللي هو بأنهي منطق اللي هو بأنهي منطق أقدر هتربي دي كمان هتربي إزاي ثم أنت النهاردة دولة بتعيد بنى نفسها من أول وجديد بتبني مدارس من أول وجديد بتوسع عمرين من أول وجديد قدامك وقت علشان تقدر تستوعب هذه الكثافة أو هذه الرغبة طول الوقت في نبقى عندنا زالة سكانية اللي هو منطق العزوة منطق العزوة يبقى موجود بس لما العزوة نفسها تكون شديدة تكون قوية يعني واحدة من الحاجات المبشرة أصلا في الخريطة اللي تم إعلانها ديمغرافيا دي إن احنا عندها نسب شباب الحمد لله 20 في 21% اللي هم من 18 إلى 35 مصر دولة شابة يا جماعة فنحافظ على ده بمعنى أن انت كل ما تحقق معدل نمو 1% 2% 3% زيادة وانت لسه طالع لسه بتطلع ما ينفعش تشيل فق كتفك زيادة ما ينفعش تشيل الناس بتفكر إزاي هذا المنطق والعرف بتاع اللي يجي برزقه هذا العرف اللي تماشي طولوقتي أنا عاوز عزوة هو ده اللي باقضينا في دهية وقظلنا احنا بنشوف الفرق ما بين البيوت اللي قادرة الصين سنة اللي فاتت أعتقد سمحت يا دوب الطفل التاني الصين سمحت بالطفل التاني والصين حتى كمان لو أنت عاوز تعيش زي الصين اتفضل انا مش عاوز يعني لو احنا عاوزين نعيش زي الصين اوعى الناس تتخيل انه الاكل اللي بيأكلوه الصينيين مش عارف تعابين ومش عارف ايه ده رفاهية او ثقافة ابدا ده ثقافة ولدت مع الزمن بعض المناطق الفقيرة ذات كثافة السكانية المرتفعة كان بيحصل فيها انواع من المجاعات كانت الناس بتضطر تغير عادتها الغذائية فتاكل بقى الحشرات وكلام ده فتحولت الى عرف النهاردة اللي صين بكل ثرواتها وغنائها مش قادرة تقدر توفر الثروة الحيوانية المناسبة لكل هزي الاعداد اه انا مع حدرك طبعا انه اليدر عاملة الكتير وازاي نعيد توظيفة عشان تخلق دولة كوية تمام بس فيه نسب بيبعطونا البضايع الرخيصة بيبعطونا الناس تمشي في الشارع بيبعطونا ناس الزيادة السكانية اعتقد حتى الرئيس قال كده حتى الرئيس اللي قبله قال كده اي شخص هيدير منظومة او دولة هيقول انه الزيادة السكانية بتاكل من النمو السكان انت لو حدك عندك شركة وزالة اعباء الموظفين اللي فيها وبقوا كتير حتى لو قعدت تعمل خطة واثنين وثلاثة عشان تعيد توظيفة مستغلالهم هيفضل الزيادة عب عب تاخد من ده اللي كان مفروض ده ياخده تمام في نهاية فقرة اخبارنا اتوجه بالشكر للكاتب الصحفي استاذ محمد الدسوق رشدي استاذ محمد انت شرفتنا ونورتنا ايفانا اكبر جدا لحضرت تشكرك على وقتك السامن بعد الفاصل حيكون معانا الكاتب الكبير والمثقف المبدع الدكتور شريف الشباشي عزائي المشاهدين فاصل قصير نتواصل بعد الفاصل اشتركوا في القناة